بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا ومرحبا بحضراتكم على قناة STC سالمون تريدينج شانيلا مع كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو دولار على البينيري أوبشن ومع الحلقة العاشرة من هذا الكورس تحت عنوان التحليل الفني ليوم الثلاثاء الموافق 14.9.20.21 كنا في الحلقة السابقة قد تكلمنا عن التوقع للسوق لهذا الزوج من العملات يوم الثلاثين الموافق 13.29.21 وكانت ولله الحمد نسبة التوقع حوالي 80% حيث خالف التوقع في شمعة واحدة فقط كنت أتوقع صعودها وما حدث هو أن الشمعة التي تلتها هي التي صعدت استمر اليوم كله في الهبوط شمعات حمراء كلها بيعية دبابية ما عدا الشمعة الأخيرة التي أغلقت في صعود في الدقائق الأخيرة على الشارت كما هو واضح على الشارت هذه هي توقعات يوم 13.29.21 واليوم إن شاء الله نواصل نظرتنا العامة على السوق يوم الثلاثاء الموافق 14.9.21 لنفس الزوج من العملات إن شاء الله سيفتح السوق على شمعة بيعية حمراء دبابية لمدة 4 ساعات حيث كانت آخر شمعة في اليوم السابق الـ 12.29.21 شرائية تقع في منطقة مقاومة قوية وترند هابط دون ترند عشان كده بنقول إن الشمعة القادمة بيعية حمراء فما يلي ذلك شمعة أو 2 على الأكثر حمراء ثم سيحدث تصحيح للاتجاه الهابط بشمعة أو 2 على الأكثر تكون شمعات شرائية وسيختم هذا اليوم رحلته إن شاء الله بشمعة بيعية حمراء الخلاصة كما هو واضح على الشرط المستطيل اللي باللون الأحمر يمثل منطقة 6 شموع وكما قلنا إن شاء الله متوقع أربع شمعات بيعية واثنين شرائية هذا والله أعلم وهو ولي الطوفيق كان معكم مستر محمد السيد السلاموني